هذا هو الفصل الرابع من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث هنا عن أدلة إثبات وجود الإمام الثاني عشر الدليل الإعجازي على وجود الإمام الثاني عشر وأخيرا يتخلى الشيخ المفيد عن كل قواعده الأصولية المنطقية في التفكير العلمي والمنهج القرآني فيوغل في التشبث بالإشاعات والأساطير ولا يتوقف للحظة لكي يعرضها على القرآن الكريم الذي يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أو يتخذ موقف الباحث الرصين المحقق فيما يسمع فيصدق بكل ما روي عن النواب الأربعة النواب الأربعة السفراء الوكلاء الذين ادعوا السفارة والوكالة عن الإمام الغائب ويحتج بما روي عنهم من معاجز وعلم غيب كدليل على صحة ارتباطهم بذلك الإمام فيقول أن السفراء من خاصة أصحاب الحسن كانوا يخبرون عما يكون قبل كونه وينقل حكاية عن أحد مدعي الوكالة عن الإمام الغائب تتضمن ألم السفراء بالغيب فيقول أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن حمويه عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي قال شككت عند مضي أبي محمد الحسن بن علي واجتمع عند أبي مال جليل فحمله وركبت السفينة معه مشيعا له فوعك وعكا شديدا فقال يا بني ردني فهو الموت وقال لي اتق الله في هذا المال وأوصى إلي ومات بعد ثلاثة أيام فقلت في نفسي لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري دارا على الشط ولا أخبر أحدا بشيء فإن وضح لي كوضوحه في أيام أبي محمد أنفذته وإلا أنفقته في ملذاتي وشهواتي فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياما فإذا برقعة من رسول فيها يا محمد معاك كذا وكذا حتى قص علي جميع ما معي وذكر في جملته شيئا لم أحط به الماء فسلمته إلى الرسول وبقيت أياما لا يرفع بي رأس فاغتممت فخرج إلي قد أقمناك مقام أبيك فأحمد الله وفي هذه الحكاية يعترف الوكيل ابن مهزيار بأنه لم يكن يعرف شيئا عن الإمام بعد الحسن العسكري ورغم أنه ابن وكيل وكيل له في الأهواز وأنه فكر بصرفي رغم أنه ابن وكيل في الأهواز ما كان يعرف شيئا عن الإمام بعد الحسن وأنه فكر بصرف ما لديه من أموال على ملذاته وشهواته ولكن جاءه رسول ومعه رقعة فيها إشارة إلى أمور يعلمها وأمور لا يعلمها في دلالة على ألم المرسل بالغيب والذي يفترض أن يكون السفير أثمان بن سعيد العمري مما دفعه لتسليم الأموال التي كانت معه من أبيه ثم تعيينه في مقام أبيه وإذا عرضنا هذه الحكاية على أي طفل لأدرك أو احتمل على الأقل ادعاء ابن مهزيار بالوكالة عن الإمام الغائب بعد أن كان يشك بوجوده وتعيين نفسه وكيلا عبر حبك هذه الأسطورة حول معرفة أحد لم يسميه بالغيب فد واحد ما سمى منه أعرف بالغيب أو اتفاقه مع هذا السفير على مشاركة الأموال والاستمرار بقبضها من الناس بحجة هذه المعجزة ولكن الشيخ المفيد لم يتوقف ليفكر في هذه الدعوة قليلا حتى يتبين صدقها من كذبها واعتمد على تقليد شيوخه الذين كانوا يروجون لمثل هذه الأساطير الغائبية يعني ينقل حكاية عن أستاذه جعفر بن محمد بن قولوي عن محمد بن يعقوب الكوليني عن فلان عن فلان وملأ كتبه الشيخ المفيد ملأ كتبه بحكايات مشابهة عن حوادث فردية علم فيها السفراء بالغيب وكانوا ينصحون أتباعهم بفعل هذا أو ترك ذاك وقال أن الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي موجودة في الكتب المصنفة المذكورة فيها أخبار القائم وإن ذهبت إلى إرادة جميعها طال بذلك هذا الكتاب فأنا أختصر أذكركم فقط بعض الأمثلين ورفض الشيخ المفيد سلوك طريق العقل والاعتبار في التحري عن سبب الغيبة وقال أن المصلحة لا تعرف إلا من جهة علام الغيوب المطلع على الضمائر والعالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائر فحول على الله سبحانه وتعالى وهو ارتاح وفي الحقيقة أن تبرير السفراء أدعياء النيابة الخاصة عدم ظهور ولد مخفي للإمام العسكري تبريره بالغيبة خوف من السلطات العباسية حوالي سبعين عاما أي بعمر الإنسان الطبيعي في تلك الأيام هذا التبرير انطلع على بعض الشيعة لبعض الوقت ولكن عامة الشيعة بدأوا يرفضون هذا التبرير لسببين أولا ضعف الخلفاء العباسيين في ظل قيام الدولة الشيعية البواهية في القرن الرابع الهجري والثاني طول مدة الغيبة أكثر من مئة عام أو بالأحرى عدم وجود مبرر للغيبة منذ أول يوم لعدم وجود الخوف من الأئمة من الخلفاء العباسيين المتأخرين في القرن الثالث الهجري نظرا للتحالف الودي بين الطرفين أولا وبدلا من أن يستسلم الشيخ المفيد لمنطق العقل الجمعي هذا راح يكابر ويصر على تبرير الغيبة الطويلة اللامعقولة بشتى السبل ونقل بعض الحوارات التي كانت تجري بينه وبين عامة الناس فقال أن استبعاد الداعي للحسن إلى ستر ولده وتدبير الأمر في إخفاء شخصه والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم بالأموال وحسن الأحوال وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليه السلام واعتقاد ملوكهم فيهم وشدة غلظهم على الدائنين بإمامتهم واستحلال الدماء واستحلالهم الدماء والأموال ولم يدعهم ذلك إلى ستر ولدهم فلماذا الحسن يستر ابنه والظروف لصالحه كانت ومتغيرة وقول الخصوم إن هذا متناقض في أحوال العقلاء فليس الأمر كما ظنوه الشيخ المفيد يجي يردهم يرد العقلاء بشيء لا معقول فيقول فليس الأمر كما ظنوه والذي دعا الحسن إلى ستر ولده وكتمان أمر ولادته وإخفاء شخصه والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الإشارة إليه وخطر تسميته ونشر الخبر بالنص عليه شيء ظاهر لم يكن في أوقات آبائه عليه السلام فيدعونه من ستر أولادهم إلى ما دعاه إليه وهو أن ملوك الزمان الذاك كانوا يعرفون من رأيه لأئمة التقية وتحريم الخروج بالسيف على الولاد فلما جاز وقت وجود المترقب لذلك المخوف منه القيام بالسيف المترقب يعني قيامه بالسيف ووجدنا الشيعة الإمامية مطبكة على تحقيق أمره وتعينه وكما يلاحظ فإن المفيد يحاول هنا أن يفترض إعلان الأئمة السابقين عن مهدوية ابن الحسن وحتمية قضائه على الخلافة العباسية وإن هؤلاء كانوا يترقبونه ويحاولون القبض عليه العباسيين كانوا خافين ويترقبون ويترصدون وينتظرون هذا متى يجي حتى يولد حتى يقضون عليه وهذه فرضية وهمية متأخرة لم يكن لها وجود في السابق قبل مئة سنة من تاريخ المفيد اختلقها أدياء النيابة الخاصة لتبرير غيبة إنسان لم يولد قط وبما أن الشيخ المفيد كان يدرك تهافت هذا التبرير وعدم وجود فرق بين ظروف الأئمة السابقين واللاحقين بل إن علاقة الأئمة المتأخرين كانت أكثر ودية وحميمية من الخلفاء العباسيين وكانوا مع الخلفاء العباسيين وكانوا يتمتعونه بحرية أكبر في الدعوة وجمع المال من الشيعة كان يدرك هذا الشيخ المفيد لذلك حاول أن يعزوا سبب الغيبة الوهمية ما في غيبة وما في غائب يعزوا سبب الغيبة الوهمية إلى إرادة الله تعالى فقال ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهرا وعلة صحيحة وجهة ثابتة لكان غير منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه أن من ثلف من آبائه يأمن مع ظهوره وأنه لو ظهر لم يأمن على دمه وأنه متى قتل أحد من آبائه عند ظهوره ولم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه وأن ابن الحسن لو يظهر لسفك القوم دمه ولم تقتضي الحكمة التخلية بينهم وبينه طبعا كلها فرضيات فرضيات وهمية وتأويلها التعسفية ويحاول الشيخ المفيد مهاجمة منطق العقل والتسبث بألم الله المفترض بالمصلحة كيف أرفت أن الله يقول هكذا أو يقول هكذا فيقول الشيخ المفيد أن المصلحة لا تكون من جهة القياس هنا ضرب القياس ولا تعرف أيضا بالتوهم ولا يتوصل إليها بالنظائر والأمثال وإنما تعلم من جهة علام الغيوب المطلع للضمائر الآلم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائر فليس ننكر أن يكون الله سبحانه قد علم من حال رسول الله مع جميع ما شرحتم أنه لا يقدم عليه أحد ولا يؤثر ذلك منه ولا يؤثر ذلك منه إما لخوف من الإقدام على ذلك أو لشك في ما قد سمعوه من وصفه أو لشبهة عرضت لهم في الرأي فيه يعني أنه النبي كان مثلا اليهود يتربصون به ليقتلوه وكذا يقول لا الله حافظ النبي أو هم يشكون أو ما يتأكدون يترددون فتدبير الله سبحانه له في الظهور على خلاف تدبير الإمام المنتظر لاختلاف الحالين طيب ولماذا لم يحفظه الله بمعجزة إذا الله سوى لم يت معجزة في استمرار حياته وفي طول عمره وعمل له معجزة أحد لا يستطيع أن يقتله إذا صحت الفرضية وإذا تمعنا في جواب الشيخ المفيد حول التبرير الغيبة اللامعقولة للإمام المفترض ابن الحسن العسكري فإننا سنجد استعمالا مزدوجا لسلاح المعجز والمعاجز حيث يستخدمه أحيانا لتفسير الحالات غير الطبيعية وينساه ويهمله أحيانا أخرى ولو قال له قائل لماذا الغيبة إذا كان الله تعالى قادرا على حماية ذلك الإمام المهدي يعني وحفظه من الأعداء بصورة إعجازية لما وجد المفيد أي جواب وهذا ما أشار إليه المفيد بقوله اضطرار الإمامية عند قولهم بالغيبة في إثبات الأعلام بالمعجزات لإمامهم عند ظهوره لمن يظهر كيف نعرفه في إثبات الأعلام بالمعجزات لإمامهم عند ظهوره إذ كان لا يعرفه متى ظهر أحد بشخصه محد ما شافه من قبل وإنما يصل إلى معرفته بمعجزه الدال على صدقه بصحة نسبه أن هذا فعلا ابن حسن العسكري وثبوت إمامته ووجوب طاعته وهذا إخراج الآيات عن دلائلها وإجاب لظهورها على غير مختصة به الأنبياء من الأنبياء والرسل وفي ذلك فساد أدلة النبوة وأعلام الرسالة وذلك باطل باتفاق أهل المللي كلها هذا كلام الشيخ المفيد لقد حاول الشيخ المفيد أن يبرر الغيبة الطويلة ويرد على من قال من الخصوم بأنها دليل البطلان وأن دعوة الإمامية لصاحبهم أنه منذ ولد إلى وقتنا هذا في القرن الرابع يعني الهجري مع طول المدة وتجاوزها الحد مستتر لا يعرف أحد مكانه ولا يعلم مستقره ولا يدعي عدل من الناس لقاءه ولا يأتي بخبر عنه ولا يعرف له أثرا هذا يقول خارجه عن العرف إذ لم تجري العادة لأحد من الناس بذلك وإذا خرج قوله الإمامية في استتار صاحبهم وغيبته عن حكم العادات بطلة ولم يرجى قيام حجة يعني هذا كلامكم كلها تأويل أوهام فقال الشيخ المفيد ليس الأمر كما توهمه الخصوم والإمامية بأجمعها تدفعهم عن دعواهم وتقول إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن قد شاهدوا خلفه في حياته وكانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته والوسائط بينه وبين شيعته دهرا طويلا في استثاره ينقلون إليهم عن معالم الدين ويخرجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه ويقبضون حقوقه لديهم وهم جماعة كان أخذون فلوس يقولون نحن نوديها للمهدي وهم جماعة كان الحسن عدلهم في حياته واختصهم أمناء له في وقته وجعل النظر إليهم في أملاكه والقيام بمآربه معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأمثالهم كأبي عمر أثمان بن سعيد السمان وأبنه محمد وبني الرحبة من نصيبين وبني سعيد وبني مهزيار بالأهواز وبني الركولي بالكوفة وبني نوبخت ببغداد وجماعة من أهل قزوين وقم وغيرها من الجبال مشهورون بذلك عند الإمامية والزيدية وهذا يسقط دعوة الخصوم أن صاحبهم لم يرى منذ دعا ولادته ولا عرف له مكان ولا خبر أحد أو خبر أحد بلقائه هنا يدعى أنه ناس كثيرون كانوا يعرفونه مشاهدي وإذا صدقنا الشيخ المفيد في دعواه هذه بمشاهدة رجال كثيرين لابن الحسن الغائب فلا معنى إذن للغيبة ولا ضرورة لها ولا ضرورة لستر مولده وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أخف الحسن العسكري أمر ولادته ولم يشر إلى وجوده في وصيته ولم يعرف أهل البيت ولا عامة الشيعة الذين فتشوا عنه ولم يعثروا عليه ولماذا كان أدعياء النياب الخاصة الذين استشهد بهم المفيد يحرمون مجرد النطق باسمه أو الإشارة إليه كما يقول أحد أركان الدعوة إلى وجود ذلك الولد بصورة سرية وهو شيخ القميين سعد بن عبد الله الأشعر القمي في كتابه المقالات والفرق ليس على العباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا أثر ما لا ألم لهم به ويطلبوا إظهاره فستره الله عليهم وغيبه عنهم قال الله عز وجل لرسوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم فليس يجوزل لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله ولا البحث عن اسمه وموضعه ولا السؤال عن أمره ومكانه حتى يؤمروا بذلك إذ هو عليه السلام غائب خائف مغمود بسدر الله بل البحث عن أمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وأمره محرم لا يحل ولا يسع لأن في طلب ذلك وإظهار ما ستره الله عنه وكشفه وإعلان أمره والتنوين باسمه معصية لله وقد رويت الأخبار الكثيرة الصحيحة أن القائم تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره ولا يعرف اسمه ولا يعلم مكانه حتى يظهر ويؤتم به قبل قيامه هذا سعد بن عبد الله الأشعر القمي في كتاب المقالات والفراق يقول أنه بهذه الصورة كان مخفي والشيخ المفيد يأتي ويقول لا كان كثير من الناس في مختلف البلاد كان شايفي وعارفي وجالسي معا وهذا ما يدل على كذب الإشاعات التي روجها أدعياء السفارة والنيابة الخاصة خلال ما يسمى الغيبة الصغرى عن لقاءاتهم بالإمام الغائب والتي صدقها الشيخ المفيد بسذاجة متناهية أو بتعمد حتى كاد ينفي وجود الغيبة من كثرة تلك الإشاعات أنا أصلاً مو غائب يجي ويروحوا يشوفوا يلتقون به وكذا وما يشير إليه الشيخ المفيد من أخبار حول الغيبتين الصغرى والكبرى ويعتبرها آيات باهرات في صحة ما ذهب إليه الإمامية هي الأخبار التي لفقها الواقفية الذين اعتبروا فترة دخول الإمام موسى بن جعفر في السجن غيبة صغرى ثم هروبه من السجن وغيبته غيبة كبرى فجاء الاثنى عشريون واستوردوا تلك الأخبار الكاذبة وركبوها على الإمام الغائب الذي لم يولد واعتبروا فترة السبعين عاماً التي ادعى فيها النواب الأربعة اللقاء به غيبة صغرى وما بعد ذلك إلى وقت الظهور غيبة كبرى وقد ادعى الشيخ المفيد عدم معرفة أحد به إلا ثقات أوليائه ولكن لم يقل لنا من هم هؤلاء الثقات وكيف عرف بذلك أم أنه كان يرجم بالغيب ليس إلا وسواء كان الإمام الغائب يلتقي بأحد في غيبته أو لا يلتقي فإن الغيبة الطويلة تناقض فرضية الإمام الإلهية ووجوب الإمامة ووجوب اللطف على الله أن يعي لنا أئمة وبالتالي لا يوجد أي إمام وهذا سؤال طرحه شيعة على المفيد وأشار هو إليه في أحد كتبه وهو إذا كان الإمام غائباً طول هذه المدة فهو لا ينتفع به فما الفرق بين وجوده وعدمه وحاول أن يجيب قائلاً إن الله نصبه عليه السلام دليلاً وحجة ولكن الظالمين هم الذين أخافوه فمنعوا من الاستفادة منه فهم المسؤولون عن ذلك وإذا لم يوجده الله أو أعدمه لكانت الألة في عدم الاستفادة منه صنع الله تعالى والفرق بين الأمرين واضح فهنا إذن المسألة لا تعود إلى الله تعالى تعود للناس وهذا أيضاً كلام وهمي وفرضية خيالية لم يوجد أحد حتى يخيف الإمام نتوقف هنا إن شاء الله ونتابع في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر